بسم الله الرحمن الرحيم ازاكم مران ايه يا رب تكونوا خير احنا معنا الفيديو النهار ده هكنا مع الفستان ده الفستان ده تريند مطلوب كتير جدا الفستان ده هنعرفكم بزا النهار ده تقضل المأسات بتاعته اللي هي في القماش يعني كم متر طل وكم متر ستان والأسورة بتتعمل ازاي والحزام وكده بس عبلي ما نبدأ الفيديو ما ننسوش الاشتراك في القناة والعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس اللي هيصلكم وكل جديد ان شاء الله ويلا بنا نبدأ ده الفستان زي ما انتم شايفونه عندكم كده الفستان اه طل وتحت طبقة ستان والكم اه طل وتحت طبقة ستان برضه وفي جبير على السدر زي ما انتم شايفين والفي اسورة من نفس الجبير اللي عالسدر الشبير اللي عالسدر متفرغ انما اللي عالكم احنا مش مفرغانها وحط جابين حتى من الجبير اللي نفسها عابنينها السورة كده شفافة من اغرار ما نحطه تحتها ستان الفستان ده واخد اه بتاع سبعة متر طل اسمه طل خيال واخد تلاتة متر ونص ستان اه الطمودة مستورد حاجة حلوة محوش ستان توركي حاجة خماتة عالية يعني وزبير ربع متر بيكفي احنا بس بنفرغ حتى على السدر والباقي بنعملها اسورة زي ما انتم شايفين كده الفستان ده مطلوب جدا والناس كتير بتشكر فيه وشغلونا كله من عليه اكتريت يعني شغلونا تسعين في المية وده الحزمزة بقى هو ده طل هو وده الاسورة من الجبر اللي احنا قلنا عليه والقمه اللي تحت المعصم ما بيمسكش في الاسورة ولا ولا في اي حاجة هو بيبقى قمه خارجي اللي هو تحت الستان يعني من نفس الستان اللي هي القلطة موضة مسك بس في الجير وزي ما انتم شايفون التل ده كده هو معموله كسر زي ما انتم شايفون كده لها القصة بتاعكم وده اللي هي بتاعته اللي هيكل وهنا هو ده الجبره هو من نفس الجبره بتاعكم بس ده متفرقة الجبره هو كل حاجة وده يكون متن برضو مرفوع ايجا كل المدة دلوقتي مرفوع وبعمل له كسر هاو كشكشة عند الكتف بيبقى بنحط خط الكتفة في النص ونجيب من هنا خمسة سنتم من هنا اضيف النص وخمسة سنتم من هنا وخمسة سنتم من هنا وينزل تحت كده اللي بيبقى واسع بالوسع بتاعه كله ويتعمل كشكشة وبعد كده ركب الاسور عليها هاو زي ما انتم شايفون كده كشكشة هو الكم اللي تحت متحرك ما واشو ماسك فيها وباسورة اهو بزرار اسورة عادية خالص وبعد كده الحزام بتاعنا زي ما انتم شايفين اهو دي حزام عريض اهو دي حزام عريض ماهوش متخيط ماحنا ممكن نخيطه كده منعمل في الكسر اهو دي حزام عريض بيبقى على قد الوسط مشدود فكل ما يبقى عريض يعمل كسرات اكتر اكتر اهو في ناس كتر بتسأل الحزام ده بتعمل زي ممكن الحتة اللي احنا تنينها دي ان خيطها من جوه عادي ممكن نسيبها زي ما نسيبع كده في انا بخيطه فيا مش بخيطه عادي وبكده الفستين بتاعنا زي ما انتم شايفون كده اهو دي كشكشة هوا دول السبع متر اسمه طولة خيال العرض بتاعه ستة متر القصة بتاع الستان من تحت بتتقص كلوش انما التول اللي من برا ده ما بتقصش كلوش بتعمل بالعرض كده عادي بنقص الطول بتاعنا ونقصه ونقصه ويتعامل كشكشة وكده وكده كل حاجة بتاع الفستين زي ما انتم شايفينه كده خلصت معانا ولو في اي حد عادي سألالله حاجة يعرفني وان معاك اهو وباذن الله بصور لكم فيديو ما احنا بنقصه وبانخياته عشان احنا والله ما عندناش وقت فان يا دب بلحق اللي انا ايه اصور لك حاجة عبلا ما يمشي يا رب يكون الفيديو عجبكم ولو في اي حاجة زي ما انا قلتلكم وباكلمينو ما تنسيش الاشتراك في القناة والعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس تصبح على الخير